جددت الحكومة اليمنية الشرعية تحذيرها من وقوع أكبر كارثة بيئية في حال حدوث انفجار أو تسرب من ناقلة النفط صافر العائمة قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة غرب البلاد وأظهرت صور مسربة تداولها ناشطون يمنيون الوضع الكارثي داخل خزان النفط العائم صافر الذي يحوي نحو مليون ومائتين وثمانية وسبعين ألف برميل نفط خام إضافة إلى حجم تآكل الخزان نتيجة عدم صيانته منذ خمس سنوات اندلعت احتجاجات جنوب غربي إيران بين السكان وقوات الأمن بسبب ندرة مياه الشرب وتلوث ما يصل منها ووثقت شبكات التواصل الاجتماعي جانبا من هذه الاحتجاجات والانتقادات التي أوجهت إلى الحكومة بسبب سياستها القمعية في مواجهة الحراك ووقعت الاحتجاجات في محافظة خزستان التي تقع ضمن منطقة الأحواز ذات الغالبية العربية الغنية بالنفط والمياه في آن واحد لكن سكانها يعانون التهميش والاتهاد وهو الأمر الذي يثير غضب السكان